طيب عمور انت قلتلي الاهلي خلاص عنده اتجاه انه يبكى على انتوني مودست هل ده معاه ممكن الاهلي يتفاوض على مواجم اخر في يناير بص المعلومة اللي انا اسألت فيها ان فيه ازمة في قصة الدولار فمش هيبقى فيه مواجم اجنبي بنسبك بيها الاهلي في هناك حيل لان الاهلي بيتكبت كل شوهر مليون وربعمائة الف دولار دي مبتبت اجانب حيل سواء بقى مثلا العب صلاط سواء بقى الاجهزة الفنية اللي موجودة في الفرية الاول سواء اللعيبة اللي هم المحترفين فانت بتتكلم في مليون وربعمائة الف بيتم اجنب بصعوبة جديدة تمام فعشان انت كمان تجيب العيب كمان اجنبي تحت السن فده هيبقى يعني عبق على ميزانية او خزنة النادي الاهلي ماش فالاتفاق انه ممكن يتم تأجيل الموضوع لنهاية الموسم وشوف بقى موقف مؤد استحيبات طب تأجيل الموضوع لنهاية الموسم في مواجب اجنبي بالزبط ليه مش مواجب مصري في الناير في كلام برضو على احمد امين اوفا احمد امين اوفا اه ده لسه الكلام علي لكن الحاجات دي كلها هتتحسم بعد عودة للباسة من الامارات تريحة تريحة اسم احمد حسن كوك لا معلومة غير صحية غير صحية غير صحية تماما مفيش مش معروض خالص مفيش حلو الحسم ده عشان برضو عشان نحسمها احسن